بمبادرة من سيادة المطران جوزيف جبار رئيس أساقفة باترا وفلدلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك وبدعم من البعثة البابوية تم افتتاح مكتب شبيبة أبرشية باترا وفلدلفيا للروم الملكيين الكاثوليك الأردن الذي يقوم على خدمة الشبيبة في مختلف أنشطتهم الرياضية والروحية والإنسانية خاصة بعد تشكيل لجان متعددة للمكتب خلال هذا العام ومنها لجان الإعداد والثانوي والجامعي والعاملة بالإضافة إلى لجنة البراعم وقد حضر حفل افتتاح المكتب عدد من الأباء الكهنى والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نرسات في الأردن والأراضي المقدسة وعدد من المدعوين المكتب تم افتتاحه بمبادرة من سيدنا جوزيف وبدعم من البعثة البابوية اللي ساعدتنا لأن نقدر نعيد تأثيث وتزبيط هذا المكان اللي هو يمكن بسيط بس نوعا ما بيخدم الأشياء اللي نحن بنحتاجها بالشبيبة شبيبة الأبرشية نشطات المشتركة المخيمات المشتركة اللقاءات المشتركة الرياضات الروحية رقاءات التنشئة طاعة المسؤولين اللي بتترتب وخاصة أنه هالسنة صار في عنا لجان لشبيبة الأبرشية لجنة الإعدادية والثانوية لجنة البراعم لجنة الجامعية والعاملة فهدول أكيد كل لجنة منهم محتاجة لشغل كبير ومحتاجة لمكان يقدروا يجتمعوا فيه ويقدروا يشتغلوا ويحضروا لهذه النشاطات فأكيد بنشكر البيعثة البابوية لأنه دعم اللي قدموه كبير كتير وساعدنا كتير لنقدر نحقق هذا الشيء ومنشكر أكيد كل الكهنة وسيدنا اللي دعموا هالافتتاح وساعدونا لنقدر نوصل له